في مجموعة من الشباب السوريين قرروا يعسسوا السيريا كاميدي أول ستاند اوب كاميدي بالبلد يوقفوا قدام الجمهور ويحكوا أي فكرة بتختار على بالان بأسلوب مضحك وأكيد بوجود أحياناً بعض الخطوط الحمراء نعذرها شوي بساعدني جداً راح بثنين من أعضاء الفريق واحد مؤسس غينا بشان نعطيك كردت يعني بس أنا ما حعرف عليكم حنسمع أنتو شو عرفتوا عن حالكم من عند عبد ميمي أنت شوي صحة شوي كتير صحة طبوشة لا شوي مشان نعطيك يا حقك حرام مشان هيك قد الدنيا أهلا وسهلا فيكي ميمي أهلا وأنت من عداء فريق كوميديانز نسمع شريف شو عرف عن حاله يقولوا أنه فاقد الشيء لا يوقي أنا أبي سماني شريف أبي راكي أبوك مكان مبسوط بالنكتر لا لا بالعكس حرام إجا ودعمني ينزل من دبي خصوصي دا يدعمني دعمك دعمني دعمني في سيارته شريف حمصي أنت مؤسس الفريق ياب ياب يعني اللي شفناه من كل العروض اللي قدمتوها أنا أنتو بتبلشوا النكات أغلب الوقت أو كل النكات أغلب الوقت هي عن حالكم عن تجاربكم عن حياتكم هاد الأسهل؟ هو إيه بس أنا أول شي غرت من صوتك أول شي كنا قاعدين عندك صوت الراديو هاد تبقى مرحبا شريف ما شاء الله برافو يعني شكرا ما بعرف عمله فاهم شكرا هي الكوميديا أول شي بتبلش من مننا من أنا شو عم بصير معي فأنا أول شي لحتى الجمهور يشوف أنه أنا أدران تمسخر عموضوع أو عقصة فأنا خريت تمسخر عحالي أول شي عقسمي عتربايتي على شي أنا بحسه هيكي مني فهي من هون بتطع الكوميديا من المشاكل اللي عندي بالحياة هو الستاندوب هو فن تحويل المشكلة إلى الكوميديا ويمكن المشاكل بعدها بتهون أكيد أنت لما توصلي لمرحلة لأنك عم تتمسخري على شي فأنتي بلجتي تعالجي منه قولا واحدا خلص بلجتي أنت بمرحلة الهيلينج من وما بقى بتشوف المشاكل قوية مشكلة بتصير معك إنه هي مصيبة كبيرة أكيد أنا لأنه ليش عم أحكي معكم به الفكرة لأنه أنت ما بتتخيل أنا شو بعد بنصح العالم على الهوى يا جماعة بصتوا عملوا كوميديا فأنتوا هلأ أجيتوا مثل دعم للفكرة شكرا نحن مية ومية وراكي جاهزين شريف أنت مؤسس الفريق والفكرة بدأت عندك شو اللي خلاك تقول هلأ سار وقت نعمل فريق ستاندوب كوميدي بسوريا وأنتوا أول عالم يعني ما في تجربة قبل كون يعني ما في تجربة تاجد منهم في تجربة فردية كانت من فترة يعني أنا حضرت من الزمنات 2012-2013 بس ما استمرت أنا بوقت من الأوقات هو حلمي كان من 2013 إني أنا برسل اللي أعمل ستاندوب كوميديا فما عرفت شو دي أعمل طلعت عدوبي لقيت في ورشة إني أنا أساسات لستاندوب كوميديا عملت الورشة 8 أسابيع وعملت ستاندوب كوميديا فعشت كم سنة هنيك بعدين رجعت لهون بحدا من الأشخاص طلب مني أعمل ستاندوب لقيت ما فيني أعمل ستاندوب بسوريا بدي تيم معي يعني أنا عندي 10 دقائر 4 ساعة بس ما بتكفي فإنه ليش لو حكيت مع صديقي إلي بيعطي ورشة ستاندوب كوميديا واخترت هيك كم شخص بعرف عندن مهضومي ونزلنا هيك بوست وإجيت نيمي عن طريق البوست وبلشنا بأساس أكاديمي يعني كتير حلو كان صراحة فهو الستاندوب بأي بلد نفسه الأساس نفسه إني إحنا بنتعلم نكتب أصغر له على النكدة إنه أنا هون بدي ضحك فأنا بعرف إكتب إنه أنا هون بدي ضحك فكان الأساس أكاديمي تعلمنا النظري تعلمنا العملي وبلشنا جربنا يعني في اسم هو بينكتب النصوص بينكتب بعدين تتقدم بالعروض ما بيتلع شيء ارتجالي معكم؟ هلا الارتجالي هو بتوقف على الكراودورك الكراودورك هو أنك أنت تتفعلي مع الجمهور تحكي معهن فهاتش أكيد يكون ارتجالي مو مكتوب من قبل لأنه أنت الجمهور بفاجئك بردوده أحياناً فهذا الشيء الوحيد الارتجالي الباقي هو مو فان ارتجالي أنا بحب أوضح من منبري هذا لكل العالم أنه الستاندوب كوميدي مو فان ارتجالي استاندوب كوميدي هو أكتر من أنه أنا كتر زجلي ووصله بمهضوم وأداء فيه مساحة بالعربية الكوميديا الارتجالية يعني أنا هيك بالعربية شفتها هلا هي هي هو يعني إذا بدك ترجمية حرفياً استاندوب كوميديا هي كوميديا على الواقف يمكن ما بعرف بس أنه فيه ناس تقعد على كراسس الفكرة أنه فيه مساحة الارتجال بس الأساس دائماً مكتوب لأنه أنت عم تتعلمي تكتبي النكتة بأنه أنا مثلاً ممكن مضحك بالحياة بس ما فيها تجي لعندك تحكي لك قصة ثلاثة أربعة دقائية آخر شي تضحكي لأ أنا ملزم أثناء رحلتي بهاي القصة تتكون عن فتحكك على الطريق 20 ثانية 30 ثانية فأنا هون طب أنا حكيت قصة بالأوبة ماك جربتها طب ما ضحكت أول دقائية طب تعالوا نشوف وين فيني مجال أنا كل عشرين ثانية تحط نكتب فهون صفت القصة حرفة يعني بتعلمية بطريقة هلا عم ناخد دارس منكم ميمي أنت داكتوريا يس ولا نص داكتوريا لا ثلاثة يعني سرية خمسة مو نص داكتوريا لا ثلاثة دكاترة ثلاثة دكاترة رفقاتي بحبوني وبدعموني ميمي 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 شو اللي يخلاكي يعني اللي عم دوا الصب يعرف ما بلحق طبعا كيف هم تلحقي؟ نكتي وتدرسي طبعا لا أنا بلحق نكت ما بلحق دروسي صراحة أوكي يعني خلص بحس إنه ليش نحملها زيادة عن اللزوم الواحد هيكي كان حيتخرج صح ولا موظف كلها طلاب عم تدرس وتنجح وتصير دكاترة يعني صار أي حدا قفت عليك وقفت عليك يعني عم صير دكتور يصير دكتور وعم برسم الضحكة وعم برسم الضحكة برسمها بالطرفين طاوب المشرب طيب ميمي بست بست خير يا جينا يتكملي بالطب؟ هلا بصراحة أنا شخصيا كميني يعني هلا ما بدي هرب المرضى المستقبليين لا صنح الله بس يعني لو بتجي الفرصة لي يعني بصير عندي فرص أحسن من الطب ما مو شغفي الطب بصراحة مو شغفي الطب لا بس يعني مرضى المستقبليين انتو بخير انتو شغفي يعني انتو شغفي إذا داقت فيني الدنيا انتو شغفي طيب شو اللي خلاك تدرسي لك هانا؟ حلا بصراحة أنا كنت انو خلص رجعي من الكويت أوكي وماني عارفان انو هنا كنت عايشة برية اي كنت عايشة برية فاجيت لهون يعني بصراحة ما كان عندي هيكي شي متمسكة فيه كتير لحتى انو خلص قول هذا الفرع اللي بدي يفوت عليه واحترت كتير قلت خلص طب أسنان بتطلع مصاري هيك قالولي بصراحة بس هلا دفعت كلتي لحتى وصلت لهون بصراحة فاللي قالولي يعني ضحكوا علي طيب ميمي انت الصبية الوحيدة ولا لا معاكم لا هلا عم بصير هلا صار معانا أكتر بس بلما بلشتوا اول صبية بلشت بتخيل ميمي يعني اول female stand up comedy من سوريا يعني بسوريا جربت تعمل stand up دي كانت مسؤولية ولا ما حستي من مسؤولية يلا بيتحكوا بيتحكوا ما بيتحكوا فتت عطب بالأسنان هيك ما عم بدي بفوت على stand up comedy لا وشخص ميمي مضحك بالحياة يعني حكي لنا انت عن ميمي ميمي بتعزي بصراحة طبع ميمي يلا تلاعي كتري ميمي اي بس لا ميمي ميمي شاطرة جد يعني هي الموضوع عندها عفوي اكتر ما انه فيه comedians بيتعبوا وليضحكوا ميمي ما كتير بتتعب وهذا شيء حلو انه هي لما تقعد تكتب يعني كانت فترة من لبنان فاجت التجربة مثل ما هي نقلت لنا ياها وانا متضحك وانت ممكن بتحكي على صوت ضحكتي في فيديوهات اذا بتحضروا صفحتونا على انستغرام في صوت ضحكة اكيد راح تعرفوها هيا فانا فانا ضحك برا بغرفة الاخبار شريف انت له هاد انت هاد انت ساحب الضحكة اللي بتطلع بكل الفيديوهات ديك الحبوش التعليقات شريف لاح السؤال انتو بلشتو كم شخص نحنا عملنا الورشة كنا قد عشر شخص هلا اليون طلعنا اربعة منهم على الأوبين مايك بعدين ثمانة بأول أوبين مايك هلا صرنا 37 شخص تقريبه هدول اللي اجوا وجربوا على الأوبين مايك مو كلهم طلعوا على الشوز بس في منهم هلين اللي عم يسمعنا يفهم شو يعني أوبين مايك وشو يعني الشوز انا اوكي ما هو الأوبين مايك الأوبين مايك هو حرفيا اساس اي ستاند أب كوميدي بالعالم اللي هو إن كان أشخاص جديدة أو شريف صار معه قصة جا كتبها وبدا يطلع يجربها قدام جمهور بنعمل لها تاست تماما فهو مساحة آمنة جد جمهور أو أي جمهور عم يكون كتير جاية سبهورت للقصة وهو فور فري عم تجي الناس تحضر مراحل تطور الكوميديون إن كان جديد هلأ مبلش أو كاتب شي جديد بدي يجربه فأنا بجرب ثلاثة أربع مرات إني أحكي مسلا عن موضوع ألو علاقة بأنا إنه أنا مسلا شيء ألو علاقة بالجامعة صار معي أو أنا خلص جامعة شيء صار معي مبارح صار حريقة عندنا بالحارة فبطلع بجربه ممكن أول مرة يزبط الثاني بشوف وين ما ضحك برجع بكتب وبعدل لحد ما يروح معنا على الشو والجمهور بيجي بيحضار جمهور عم نحاول قدر الإمكان إنه كل مرة يجي حدا جديد ويشوف وفي ضغط علينا كبير بعتزل ممكن أن أعجموها هو عم تعملوها بكافي موجودة بساحة عجمس من وجهة تحييل عم رجياب عم رجياب صاحب الكافي شوف صار أحد الكوميديا معنا وأحد الهيدلاينر اللي يطلعه طب هو كان عنده هاي الهواية؟ لا هو طالب هندسة ميكانيك أجا شاف إنه هو بيقدر يهندس النكدة حرفيا هو وعم تثبت معه؟ أشطر واحد طب كل جمعة عم بتكون الأبن مايك كل جمعة بديس كوفي شوف هلأ بالصيف سبعة ونصف بنبلش ثمانة بشتوية كانت قبل بساعة سبعة ونصف بكير بدي أقلك يعني ثمانة بنخلص عشر عشر ونصف تقريبا ساعتين بالضغط هاي مساحة للضحك ومجانية بنيهاية كمان الواحد بيجي ببلاش بيضحك بس ما بدا يشتب شي بالكافة أسعار رحمانية أخدينا يعني قدر الإمكان بس يعني عم نرجع كل ما نطلع مصاري نشتري مروحة لك كيف غير الأوبر مايك عم تعملوا شوز بعدة محلات سهر خليني أقول بالشام وهلأ حيكون عندكم كمان تور بصدنا بمرحلة التور برا الشام الحمد لله الشوز نحنا ندفع الناس حق تكت بيكون كمان أسعر رحماني بصراحة بس إنه هو جاي يدفع حق تكت وحق درنك والمي بهدول محلات ثم عشر تالاف فنحنا مجبرين إنه إنه أنا متدائما ليش مي بعشر تالاف مي يتزمزم فعرفتي فنحنا مجبرين بهي الحال إنه إحنا نطلع نخبة الكوميدانس فينا الأول اللي جاهز أكثر شي إنه يطلع على الشوز لأنه أقوى أنكت مجربة أقوى أنكت مجربة أقوى يكون مجرب كذا مرة على الأوبين مايك الأوبين مايك قالنا إنه هو مساحة آمنة ومجانية مسمح لي ما ضحك بالأوبين مايك يعني ما حدا حالي يعني إذا أجيت مضحكت محا أدايا يعني إنتي في 12 كوميدين ممكن 2-3-4 جهاز عم يجربوا ما يضحكوكي الباقي يضحكوك بالشو أنا بحس في مسؤولية وبالشو كمان ضغط يعني ما من نطلع عشر شخص على الشو خرق ست سبع أشخاص من الكتيرة وقات مضغوط نكاة مدروسة كم شو صرت عامن sabor يم ب이식 ترك الو بشهر عشر من يروا Sows Kurzwe April مايكات تقريباً فيك تقولي بشهر 18 كان أول شهر. شهر 18 صح؟ صح. طبعاً. وفكرة صوري بس نقطة إنه نحن الجد المصاري هاي اللي عم تجي نحن المشروع هو يبلش ما في أي جان أدعم بس كدعم مادي ما كان فيه يعني غير دعم. والله يدين وي. بس اي والله فعلاً. بلاش لها جد بي. فنحن اللي عم يجينا عم نرجع نحطه على المشروع. عرفت كيف يعني جبنا مايك كتير فرحنا فيه. كان حقوشي منيك. بصراحة. جابوا ستيج أنا كسرته. جبنا ستيج كسرته. فعرفت. ميمي ظالمة حالك أنت. أنا ظالمة حاليا. لا لا بالعكس شافي هو هيج النقط. إيه. اللي هي طلطة أو تحقيق. لا أنت ما بتعرف إنه هي طوستورية. أنا عبالي ياريت لو يدوي يشوفونا المستمعين بس أكيد. بس ينزل تنزل الحلقة. عفياً. يا حدروكي. يضرونا. آخر مرة طلعت على الراديو. كان دوية جدي. لهم. طلعت على الراديو. حرفية. فاولي. فاولي. بحبي الراديو أنا. سهرة فيك شري. طيب. بالشوز. إذا حسيتوا حالكم. طورتوا واحد وراء الثاني. كيف كان ردة فعل الجمهور. في شي مريا هيك. خب أملكم. من شي شوت قلت. قلتوا يا الله. ياريتنا. قلتوا برأسكم. بطير. يعني. روح. لأنه كثير صعب الواحد يحكي نكتة. وما حدا يضحك. كثير بطير. بصراحة. أول شي هذا الشي بيلعب دور. كثير عناصر تلعب دور بهذا الشي. أحيانا الجو العام ما بيكون مثلا مهيأ. أحيانا الناس جاي ضايجة. واحد متخانق ما مرته جاي. مبوزن. فكل اللي حوالي مبوزمين. هي الضحكة بتجر. بتجر ضحكة. بتعدي. فبتصير أحيانا إنه. وكمان حسب نوعية الناس اللي جاي. أحيانا الناس بتجي بتكون مبسوطة. بتطلعي علي ما بتسمع. بس أنه ما عم يعطو كل ها 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 ها. بتحكيتش. ايو. بتحكيتش. فحسب الجمهور. لكي. نحنا بلشنا وتعلمنا. بس يعني أنا بتفاجأت إنه. يعني. أنا قلتوا إنه فيه. فيه شو عملناه. ما تضحك. غالب. لكي غالب الشوات اللي عملناه. نحنا رساتنا جدا عم نتعلم. صح. عم نعمل شي جديد. فنحنا عنا مسئولية إنه حتى الجمهور يعرف شو عم نساوي. لأنه ممكن آخذ فكرة عن الستاندوب. حضرانا بشي تاني. صح. بس نحنا عم نخبر الجمهور. يعني إجانا شو من الشوات. نحنا ما عرفنا نضبط الغرفة صح. تصلنا بناس عملي قبل الستاندوب كوميدي. قالونا فيه كم شغلة لازم تقولوا لقواعد لحتى الناس تكون معكم. يعني مثلا فيه حدا ما فهم النكتل. إجا عم يحكي مع اللي جنبه. بالله شو قال هاي أم ضاعها عليه. بزبط مكتل بعدها. فيه كمان قصة هاي الأكل. يعني مرة بأحد البارات اللي عمنا فيهن. عم ننزله بصحوم بطاطا وبيتزايات ومدرشو. فلعنا يعني سراح الأكل أهم. إيه عرفتين فبالضبط. أكيد الأكل أهم. فعم نتعلم كنا فيه شوات. حتى ميمي تركت الشوات زي. نزلت كملت معهم بالبضاط أكيد يعني خلو. بلعت بي دايما هي على الستيج. حرفيا ففيه شوات أحيانا بيكون الكوميديا نفسه مجرب أنك تتبعه فوق العشر مرة. بس بيطلع بهات الشو ما هو منفصل عن المواد تبعه. فبتصير. نقطة أخيرة بما يخص موضوع أنه التفاعل العالم معكم. في شي مريا يعني أكيد لما بالعالم تتفاعل وبتضحك بيكون واضح. وإنتوا يمكن تتحمسوا وبتصير بقى بتزيد النكتة بتكبر بتعلك. بس فيش مريا حدا على الستيج وانتوا على الستيج من الجمهوري قاليك شو هالغلازة دول مثلا. نسمعتوا هيك كلام بأدناء. ولا مريا. ولا مريا. غالب الفيدباك نسبة كبيرة وقت عم نعمل شوات لاي. الناس بالمجمل عم تطلع عبور. ممكن كوميديا ما ضحكون بس هي نسبية القصة. بس قصدي أنا ما سمعتوا هيك حدو. أنا بأكد لك اللي بيجي مرة واحد عالأوبن مايك جمع اللي بعد الضغري بيحشار. حلو حلو حلو. لا 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 لا. ما كدلك. وصارنا عاملين تقريبا 25-28 أوبن مايك. يعني كل مرة في 50-60 شخص. ممكن لهم مكررين ففي عدد كبير. شو المعايير اللي حتى الواحد يكون عادير يعمل يكون كوميديا. ويعمل stand up comedy بيكون معكم بالفريق. ما هو المطلوب واحد. واحد أنه يكون حابب شو جاء. يعني هو حابب أنه يضحك العالم. يعني فيه ناس بتكون قاعدة بين بعضه. خمسة أنت برفقاتك. أخي أنت باني بضحكي رفقاتك. فأنه حابة اطلع شارك هاي الضحكة مع ناس أكبر. حسب شو الدافع اللي هو جاي يعمل. فنحنا كيف الآلية بتصير عنا أنه بيجي شخص جديد. ففيه لنك على الصفحة بيبعتلي أو وأنا بشيره مع الشباب. بيبعت صوت أربعة لخمس دقائق. بس منشوف شو إذا فيه سياق رواق بيطلع بيجربوا قدام الجمهور. نحنا صار عنا خطة كاملة للكوميدين. حلو كتير. لأنه كيف نطورهم. حلو كتير. فبيجرب وإذا كان رواق بيكمل معنا على open mic. بجرب لحد ما نوصل معه لصيغة تعال خد أساسات stand up. عنا شي اسمه الغسالة. هاي منغسل الكوميدين فيها. عن جد اختلعناها نحنا. ومننشر عرضه. جد الغسالة هي كيف غسالة بعد ما جربتت أربع مرات. يصير عنده خمس دقائق واضحة. بنعود معه الناس اللي عنده غزالة بالأفكار. بتفرجيه وين فيه مجال يفرد أكتر بشغله. وبنفس الوقت يضب المواد بحيث صير مضحكة بك. عدد الضحكات أكتر. وبيرجع بيجرب بعد الغسالة. هون بقى الكوميدين في عنا المقصرية كمان. الكوميدين المتطورين بيبلشوا بتشزبي النكتة. هون هيك بتحليقية بتزبطية. فصار في عنا بعدين بتفوتي على مراحل كتابة. أدفانس متطورة. صار فيه هيك منهج حلو. حلو كتير. مخترعينه هي بتحنا هيك. مخترعينه أنتو. يعني مو مخترعينه هو جاي من كتب ومراجع. بس نحنا أخذناها عملنا لإنه. هل الغسالة لإنه. الغسالة صراحة أنا بحب. أنتو حبت أنو عم تشتغلوا كمان على تطويري. مو بس أنو خلاص إن دحكنا العالم. فأنا أكيد عندي ساعة بقدر دحك العالم شو ما حكيت. أكيد لا. ميمي اليوم نحنا لما بناء يعني سوريين عموما قبل ما نحضر نحضر كن. كنا نحضر stand up comedy. نحضر بلبنان شو بيعملوا بمصير شو بيعملوا عموما. عم نحكي قليل يعني محيطا. فيش مرة حدا قارنكن بي. للأسف الشديد. للأسف. نحنا أغلب الكومنتات اللي بتيجي على الإنستجرام والسوشال ميديا. إنو حاجة قلدوا حاجة ما بعرف شو. أنتو مو مثل اللبنانية ما رح تقدروا تضحكوا. السوريين غليزين لهجتكم لحالة بتكفي. أنا بتتفق معكم بصراحة بس. بس شو بدي قلدك يعني الفكرة إنو نحنا. كمان من منبري هذا بحب أوضح منهم. أنا كمان أنا بحب الأميمي وقت تحكي باللغة العربية. من منبري هذا. فأقول قولي. بحب أن نحنا ما عم نقلت حدا. يعني نحنا أصلا إنتي بالستاندوب كوميدي. إنو مطلوب منك. ماشي يخترعوا إلا اللبنانية ولا الماسقية. وما فيك تقلدي يعني. ما فيك تقلدي لأنو أنت بدك تكوني. يعني حالك أكتر ما يمكن. يعني كيف أنت تقلدي حدا إذا أنت مطلوب منك أنك تكوني حالك. يعني بالتمثيل. آخرين نقول تمثيل سينما ومبار شو. أنت بدك تكوني شخصية تانية كليا. بالستاندوب كوميدي. أنت مطلوب منك الحكيز تماما. يعني تكوني أنت. النفس جايت سبع وجهة نظري. تكون متصالح مع حالك كمان. بالضبط أكيد. وهي عن جد علاج نفسي. يعني الكوميديا لما يطلع يحكي عن مشاكله. قدام مئة شخص. فهو خلاص إنو اي وين مشاكلة. اي مشاكلة. احنا مع العالم صار. عرفتي؟ نعم أنا خلاص. غسلنا ونشرنا. اي مرحل تنشر بعد الغسل. هاي أي واب نطلع. نغسل ونشرها قدام الجمهور. حرفيني. شريف. حكينا في أول حلقة. بس بنحكي بموضوع تاني. أنتو النكات اللي بتحكوها هي عن حالكن. تقريبا عن حالنا أو أنا شي صار معي. مواقف. مواقف. شي بتخص حياتي. ولكن نحنا يمكن هذا اللي بدي أرجع. أغلب الستانداب كوميدي بريع. بتجداز الثلاث خطوط لحتى نقدر نضحكي لهنين. السياسة. السياسة. والجنس. أنا ما شفت. يعني ما سمعت. أنتو تخطيتو هاي لثلاث حدود غير مرة يمكن واحدة. ما غم بتذكره. أعطيني قوليلي شو. هلأ صعب بتذكر لك يا عالهور. بس أي. هلأ ليك هي مو تخطينا. هو الستانداب كوميدي. إنه أنا كيف كون زكي. هلأ عندك جمهور. فأنتي ما فيك تطلع يتحكي له عن الجنس بطريقة مباشرة. بس أنا فيني جبلوا هاد الموضوع كأني كلعبة فيفا. مم. بس أنتو مكتب تحكي فييون لي. لأ بنحكي صراحة. سوشال ميديا ما أنا تمام بتحطوه. يعني هي الفكرة. سوشال ميديا ما عم نحكي ويك. نحنا ليكي. بالسياسة تمامون. نحنا بالسياسة ما عم نحكي ما عم نفهم فيها. حلو حبي. يعني ما مو إلا. بس الفكرة أنه لما أنا بدي يجي أحكي. أنا إحنا ما قصدنا نجرح بأي شيء. بس الفكرة أنه بنكون أسكية بكيف أنا أحكي لك عن شغلي. بس ما داعي. هي إلا علاقة بشغلي تاني وأنا أدمجون. طبطين. وإنتي تعارفين. طبطين النكتب. الحالة كتفسيرة. طبقات تليرات. بس أنا ما أحكي. ما أحكيت أنت. أنا راسك وانحك العاطم. أنا ما نحك العاطم. والله يا سيدي ما دخلني. ما نحك العاطم. طب الله مو أنا. عرفتي فأفأ. طب ليه ما بتنشروا الأساس اللي إلا علاقة بيهدوا الأساس عالسي. هلا نحنا أصلا عم بنشر عم نحاول إنه ما ننشر كتير. إيه. ليه صح؟ هي live experience. أوكي. يعني هي social media أد ما نشرنا. الناس ما رح توصل له الشي اللي عم يصير بأرض الواقع. إيه بس اليوم العالم بتحب التابع. صح. إذا ممكن تنزلون حلقات يوتيوب. أكيد. خريبا جايد. خريبا جايد. بس هي لكي إلا علاقة بأنا كستاندف كوميدي. صحة. لما أوصل العشرين دقيقة كاتب فهذا إنجاز. الكاتب عشرين دقيقة هي صلت ثلاثة أربعة شهور عم تجرى. آه إنجاز. إيه. فأنا هلأ إذا طلعت حطيتها على اليوتيوب. الناس إذا ما كتبت غيرها فشو بدى تشتحدة؟ حرقتها. حرقتها. فأنا بالنهاية هي. والهالكام بديس لك عليك. دايب تضلوا لتكتبوا شيء. خصوصي إنه كل أسبوع كل أسبوع عندكم شو بـ أوبن مايك. يا. هل بترجع لكوميديان؟ بترجع لكوميديان. في كوميديان زيان. عندهم غزهارة. غزهارة بالكتابة. في ناس مثل ما لهم خلقهم. هذول كتب. إيه إيه إيه. كيف ترى الأمور المضحكة بالحياة؟ وكيف تحدث معها مواقف؟ ونحن بالمستقبل. لكننا الفيديوهات التي نزلتها هي فقط لحتى الناس تأخذ فكرة شيء مألوف منهم. لكن بالنهاية هي مقطع من ساعتين. دقيقة. فنحن الفيدباك الحلو. نرى الكومنتات. لكن هناك شخص يعمل أربعة أو خمسة آلاف لايك في الفيديوهات وعملت الله شير. فهذا لايك هو شيء إيجابي. بس في ناس أنه خلص بالنهاية أنت إذا ميمي بليز قوليهم نظرية البطاطا المقلية. نظرية البطاطا المقلية. أول شيء. مين اخترق النظرية؟ أنا. شخصيا أنا. أي نظرية. برجع بقلكون النظرية البطاطا المقلية. أول شيء بديقلك يا. إنه إليسة إليسة إدي اسمه كبير وكل الكوكب بيعرفها. بتطلع المسرح بتنشز. فعادي إنه أحيانا الكوميديان يفرش هالمسرح. هاي خلصنا منا. نطلع من النطاق إليسة. هاي نظرية إليسة صاروة. نظرية البطاطا المقلية. نظرية البطاطا المقلية أنا ميمي إيتس عندي بيج إنستجرام أكي. فأنا عم مرة عملت إحصائية على الإنستجرام. سألت المتابعين إنه في حدا هون ما بيحب البطاطا المقلية. مستحيل. هلا بديقلك. طلع سبعة عشر بالمية من الفولورز اللي عندي ما بيحبوا البطاطا المقلية. شو هالحكي. فأنتي أنا كميمي إذا في نسبة كبيرة ما عم تحب البطاطا المقلية بدي. تخيل كل الكرة الأرضية تحبني أنا كميمي. أيضا تتحق على فأنه خلاص أنا من جهتي بعد هون عرفت إنه. يعني أنا قلي جموري وناسي وهي. مثل ما البطاطا إلا جمورة وناسها. بس في سبعة عشر بالمية ممكن ما تحبني ما رح تزعل. فأنه في سبعة عشر بالمية كومينتاتا عم تكون. ونحنا خلية نعتبر إنه نصف ونقد بنا نصف ونقد مو بنا. حبيت كثير نزرية البطاطا. لحيتمضى بحياتي. أوكي أوكي. لا تنسي الكردت. لميمي. ميمي قلنا أنا ما في خطوط حمراء. يمكن الشيء الوحيد اللي ما بتحكو فيه سياسة لأنه. ما منفهم فيها. ما تكون ولا خط أحمر؟ يعني ما تقول يا شباب لا تقربوا لهم. هي كمان أكثر من إنه يعني في ناس مثلا أنا ما بحب كثير قرب على جنس ولا. كل كوميديون بقى بحط خطوطه. أنا والله خطوطي. ما في خطوط. لا أم في خطوط. بس أنا جد هي فكرتي إنه أنا هي راجعة للكوميديون أنه خط بده يمشي فيه. فميمي. فكل واحد كمان راجع لشو هو بيهتم. الانترست تبعه شو هو بيحب يحكي شو ما بيحب يحكي. هيك. بس يا سياسة ما حدا بقرب عليها لأنه معنا مضطرين. بعد التأسيس والانتشار شوي شوي. هلأ طالعين بيتول. أي طالعين كثير متحمسين وخايفين. كم واحدة له؟ يعني سبعة من أشخاص لهلأ. أين ستكون التور؟ هلأ عنا بستة وعشرين شهر بوادي النصارى. بواحد وثلاثين بطرطوس. بستة ثمانة بحلب. حلو. ترتوس وحلب ووادي النصارى. يب الأماكن نزلناها على صفحة أين الأماكن. طبع. هل هناك مهور هنا؟ نحنا عملنا مثل البول هيك إنه مين بتكونيانا نطلع فأجانا نسبة كبيرة من العالم. إنه حلب ووادي. إنه نحنا هو نحنا. وأصلا العالم من زمان في ناس ينزل يحضرونا من هاي المناطق. في ناس تنزل بتقدم كمان. تعرفي ناس بتجي أنا في تخيلي في كوميديون بيجو من السويدة. بيجو من ترتوس بيجو من اللادئية. كوميديون. إيه لا يجووا يجربوا. يا الله. تخيلي. فنحنا. كزا مرة. كزا مرة. وفي ناس اللي مو قدراني تجي تاخد ورشات لايف عم نفعلها إياها على الزوم. نفتح معهم فيديو كول ونعطيهم ورشات. حلو. إيه. ورشات مدفوعة متكون. لا. يعني لا. أهلا ليكي لها هي الصراحة أنه نحنا مبدئيا المشروع بلش ع الضحكة. والساتم بلش ع الضحكة. وأنه على قد ما فيني أنا طوير كوميديون. لحتى هنجزاء من المشروع بالنهاية. بس في ناس بتخاف. فبتقلك أنا بدي أعمل خمس دقايق بتضحك بعدين إطلع جربة. هذول الناس لأنه بيخافوا حنعمللهم ورشات مدفوعة قريبة. حتى ما عندي خافة. بس لا عن جد هي لهلا ما لا. يعني اللي بنلاقي قوي أو يضحك. بنشتغل معهم من أي توزد. بنعطيه. ليكون معكم. نعم. حكيت عن موضوع الخوف. وكنا حكينا قبل أنه ممكن تلاقي تعليق سلبي من الجمهوري. فيش مريا سوار معكم حدا متين. من اللي بالأبن وايك اللي هو عم يجرب لأول مريا. ما زبطت معهم. أه كثير. ولفوا رجع. أه. في ناس تجرب دقيقة دقيقتين تقولي خلاص أنا مع. ما شكله شغلتين. ايه ايه وفي ناس تجرب ايه. بس أنا بقول أنه غلطان هو بهذا القرار بشراحة. تبريه إذا بيعرف حاله أنه أنا مان يخرج ده. حلا اوكي في ناس يعني هي الفن تجريبي بيقولوله. يعني أنت لازم تجربه مرة و مرتين و ثلاثة لحتى تعرفي أنت ليش هون ماضح كل عالم. صح. فإذا عندك أنت بيس خلين قول 35% فيك ديدون. ميمي أنت بلجتي بأفل مايت مع الشباب. اه اه انا كن بستيريا اول ما تصير استيريا. ميمي أبل ما تصير استيريا كانت ايه من العضوات يعني. اه وأخلت الورشة أول ورشة و اه وطلعت بخمس دقايق. كنا بلجنا بخمس دقايق سبع دقايق أول شيء. هلأ أين؟ هلأ ميمي عندك عشرين دقيقة صار. ما شعور. أنا عندي تقريبة هيك شيء أكتر شوين. كسحتك؟ لا. ميمي. ما بيطلع لي معه شيء. لا 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 مو هيك هي ليك. كل حدا ممكن يضحك هالمية غير ما بيضحك فلان. وكل واحد عم يحكي عن وجهة نظر. فممكن حدا يحكي شوية عن القصص ثانية. أنت ممكن تحبي ميمي عجبك ستايل كزا. ممكن شريفي يطلع يحكي لك عن موضوع له علاقة عن العلاقة. شريف بزي تحكي. شريف بزي تحكي. شريف جمهوره القريبة. شريف جمهوره لحاله. خلينا نحكي عن اسم الفريق شريف. هو إجا مكس بين هستيريا والسيريا. بدنا ما ننسى الكريديت أول شيء قبل. أنا حاجة بالكريديت. أنا خبرت الكوميديون أنه كل واحد يروح يفكر بإسمين لهذا المشروح. إسمين؟ يعني أجيب إسمين مخترحات. هاي أصعب مرحلة. فأحد العضوات كمان لقدما عبادة غنام وجل وتحية السوبر موان. من وجرد تحية عبادة. راجع هو. عبادة من الناس يلي ما فيني. ميسي. أنا أحب رونالدو أكتر بس إنه رونالدو الكوميديا. هو بحب ميسي فأنا ما فيني. ميسي. يعني خلق ليعمل هذا الشيء. فهو طلع دبي وراجع هلأ ليكمل هذا الشيء. فإجا قال والله استيريا. إنه استيريا وهستيريا. ف PREشتغل معك إنه الوضع بسوريا هستيريا. هستيريا. وضحك الهستيريا. وجرد إنه نضحك هستيريا. ومن إ santو ما بدك أنتي. بت Var. إيه تماما. فاعتمدنا. وإلوه علاقة بسوريا يعني فإنا يلا. عصيرة الوضع الهستيريا بالبلد. إيه. كيفكم عن الشباعة والكهربا؟ لأ إزافينا نطول مقابلة أدما فينا. إلأ المكيف أعجبني. أنا لما خبرني أمير أنه جايين تلو مكيف شام أفهم أميلي مكيف تلو أنا بجي أول ما فاهدوا عن الستوديو قلت لها لميمي لأنا ميمي وشريف عادي المقبيلة للأي سي أنتلون إذا بيضايقكم قولوا للطفية لا نحنا جايين كرمه معقول كيف هم تمضوا يومكم بالحمام أنا بفيق بتدوش لا بس بشكل عام أنا بحس الفصول عنا بسوريا رفاهية شو يعني رفاهية يعني أنت بتطلعي مثلا على فيلم فرنسي بتلاقيه قاعد بالشتم شغل الشوميني والمبيد والكستنة والكزا والدفا أنا أنا وين أنا منحب نشرب عرق عرفتي عرق عرفتي أنا صمت علي عرفتي عرفتي بتروحي بتجيبي علبة زيت أنا وين هتروح تتشمس وهي فأنتي ما في داعي هتتحمس هتتشمس فالموضوع عنا ليش بقولك أنه رفاهية عنا الفصول هنين إيه فالوضوع صعب صراحة صعب أنا عندي مروحة صغيرة بحطها جنبي بالبيت بس يعني كون بالبيت شو بتكتفاصيل أكثر لا لا إيه فافا إيه بتحسي أنا نايمة أنت بتفيقي حسي حالك عم تغرأي مثلا بتفكري حالك أوه أنا بالمالديف عم بصبح طلع حتى بالأوبن مايك الماضي أحكي لوقت كنت أنا هوست الهوست هو اللي بيطلع بين كل كوميديون والتاني بيقدم بيقدم و بيناكد شوية مع الجمهور بيخليون معنا هيك فأنا ضجت كثير قلت له شريفة بعدين معرا يعني مع هالقصة عشرة كوميديونز على الـ 12 أنا خلص قيت هني 15 واحد كانوا تعطين كان لهم 15 واحدين وشوب شوب 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 مو بالعقل والهلأ ما جمعنا حاولنا والعالم عم تضحكوا اي والعالم عم تضحكوا مبسوطة تخيلي عم قلك أنه هي كمان دليل أنه استيريا ناشحة اي أنه ساعتين من الشوب المتواصل وعم يتحكوا وضحك متواصل بس أنا ما كنت عم ما كنت سمسوطة الوحيد اللي ما عم تضحك كانت اي وهو يعني بشكل عام هي هي القصص يلي نحن بنرجع نحكيها قدام الجمهور النقل الداخلي الشوب الكهرباء هاي القصص نقل الداخلي عم تعانوا من النوم والله اي بتحسي كل الشعب وسعان فيه والله عم تلاقوه يعني هو صفيان حلم أو شبح ما بعرف مصطفى الآغم ممكن عنده يكون فانه انه اي بس انه انه يعني في كل كوميديون بياخد شق اللي هو حابب يحكي عنه عرفتي فأحد أصدقائنا نسرق موبايله بالبرامكة يطلع حكا عنا نكات عرفتي جوا النقل الداخلي فانه بتصير بس انه كان هذا الشخص بيعمل استانداب طلع نقل التجربة فالناس كلها مرتوطة بهذه القصص هداك اليوم كنت عم بحكي مع أحد الأشخاص انه نحنا حياتنا أبسط القصص اللي منعيش خصوصي ببلدنا قدما هستيري الوضع فهي فعلا مواقف كوميديا بس انت عندك تشوفها من من واحدة عميطلع من بعيد ما نعايش بقلب الحالي شكرا بالزبط ويعرف كيف يقلبها كوميديا فهو يتعلم كيف يقلبها كنتوا برا البلد انتوا الاتنين أنا طلعت بقى 2016 شو يرجعكم؟ والله أنا شخصيا كان عندي شغل ايه اجه الكورونا الفيروس الشغل أمامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامامام خلال مجموعة، يعني تراصف كوني بحب سميه. شو هاي الكلمة؟ تراصف الكوني، يعني نحنا كان كتير فيه لما تكتر الصدف ما بتقولي صدفة، يعني الله وفقنا بحس بصراحة. وفيه تعب نعمل. فوقصلة القصة هيك صارت وكنا مراهنين على الاستمرارية. كل كانوا مراهنين على الاستمرارية. فاني رجعك هو كورونا. ايه شكران كورونا. ميمي شو رجعي؟ طب الأسنان، طبيت، الله وكيلة. ايه والله، ايجيت مش هندرس جامعة لأنه بالكويت. دي كنصلك بالكويت؟ انا خلقت وسبعة عشر سنة ضلتني هناك. ايه، لا تخرجت ايه. انت تعتبر جديدة بالبلغة. انا جديدة ايه، اول ما ايجيت حسيت حالي برا الخريطة. عن جد ما باطخ. شو داش بتخسلي في الحياة عمباليون؟ يعني انتي بتجي من كنتي تتعشيك اليوم أكل طيب. هون ما في أكل طيب صراحة. لا، بلي زعل منك. ميمي صارت بيا صندويش بالجامعة. يعني انا صارت بيا صندويش بالجامعة مشان نمشي الأمور. ايه. وهي المعنى اللي هو الجوك تبعين؟ ايه. يعني ميمي كانت تسحق الصندويشة بالجامعة 2000، فهي تبيعها 1700. بس مشان تطالع فرق تاخد عظم الصندويشة. انه ارخص من البوفيه ارخصي. بدا تعايش مع الحياة السورية. مثلا. اوكي. هلأ كي بدي أقلك؟ انه انا كنت عايشة مع اهلي هني كتول الوقت. يعني ما كد بعرف انه انا عيشت لحالي. ومعرف شو. اجيت لهون. وعشت هيك انا واختي لحالنا. وليه الدمعة نزلت. اوكي. فكانت حياة مختلفة جدا يعني كتير مختلفة. يعني ايه انه كل شي غير. كل شي انه هون انتي توتري بك. حتى الواحد اللي قدران يعتمد على حاله. الظروف ما بتهيئك انك انك انت بريك تعدم بيا حالك. عرفتي؟ يعني الظروف بتجيبك انك انت حت تنزعجي حتى لو انت شخص قادر يعد مضع حاله. بس ميمي يعني ادا صلك بالشام؟ صلي اربع سنين. اربع سنين كانوا كافيين تتشععبي وتتشريبي الحالات. شو الفكرة؟ والشام اللي حتى تقلي بعدين تعملي عنهم نيكارت. شو الفكرة؟ انه كنت اجي انا اهلي كانوا يجوا يصايفوا هون. حتى ايام الحرب يجوا يصايفوا هون ما رأي شو الفكرة بصلاح. فكنت اجي يعني كل زيفية لهون فبعرف شو سوريا يعني بعرف مين سوريا. ايه وبس اجيت يعني كمان متل ما قال شريفي وتراصف كوني عرفني على شريف وباقي الشلة. وكان كتير حلو يعني هي لما تكون انت ببيئة هيكه آمنة بصير بيطلع معك شغل حلو. صح. بطير حلوة جملة الابتية. بيئة الآمنة. عنا عنا عصية البيئة الآمنة احنا بنعمل. احنا جايين من عندك هلأ من غرفة كتابي. بنعملها الكوميديون هي اكتر بيئة آمنة ممكن يلاقوة. بنعمل لهم هيكه تمارين وضحك كذا يشتغلون. فايه عم قليك صار فيه منظومة حلوة؟ اهلك ميمي الام والاب والاختك انت كانوا سابورتف لإليك داعمين؟ اي بصراحة كانوا سابورتف كتير يعني. عم بدعم بيت عم بيتوالبرغشة صلو ساعة. كل مرة يفكروا. اي لك عم بيتوالبرغشة. انا عشير لنا انا كمان عم طالك. انا غرطط انا حكيت شي انا بس لا طلعت ناموسة. سوري ميمي بس انت سطل. الحمد الله مش هايفت ولا كنت انسحبت من زمان. كاملنا؟ اي كانوا داعمين اهلي؟ اي يعني داعمي اهلي بصراحة انه كيف بيقولك. اول شي بيكونوا خايفين من اي شي يعني. اي شي جديد بيعملو بيقولولي ميمي لا وش بديك هل فواتهم وشو. بس بس يبلشوا يشوفوا انه ان دحلت. يعني كانوا ما كانوا اول شي انه كتير معا. ما كانوا لا يعني كانوا عاملولي انه ما انه هاد شي جديد على البلد. وما بتعرف انت هاد شي انه شو حدود وشو. انه شي ما بتفهمي فيه. لش لا بتفودي حالك باللصة. طب الاسنان. اي. لا بطب الاسنان بستاندو كوميدي. لا بطب الاسنان دعموني علي دعم يعني بصراحة. يعني فواتوني بغسمن عني عطب الاسنان. شكرا. لا بالعكس وحتى ما ميتها لميمي وضلت حاقيني دير بارع حميمي. انه لا انا ميت دمين دير بارع علي. صراحة بس لا. انا شو انا شو. المحية والعائلة. لا ولكن العائلة انا من زمان انا خلص ادارة اعمال 2014 يمكن 13 هيك شي. اه. والفكرة انه كنت حابفه التمثيل. بس بعدين تعرفت على ستاندو كوميدي فموضوع التمثيل ما عاد كتير. بيهمك. اي يعني لقيت مكاني. ولا بالعكس كانوا كتير دعميني. انا اول ستاندو كوميدي عملته في دبي الوالد كان موجود. ومن الشي شهر ونص نزل خصوصي. بقى لا يحضر. لا يحضر واشترا لنا مايكين. انا جان. تحييه الابو شريف. هوي سبونسر يعني. ايش جايب لنا مايكين عم نستخدمه هلأ شكرا ابو الفوذ. وشرطك انه كان جايه اللي يعني هي النكتي انه ما كان بدي يقلي. انا كل النكتي تقريبا عن ابي امي. هو أكا أمه لشريف توازلت معي قلت لي إنه من أحد أبوه لشريف بمحل إنه ما يشوفه ما يشوفه وبيحيز يقدر يزد صباط عليه بدي يشهره مثل جورج بوش لما أكر صباط بذكره الأسة بدايه أو شيء؟ لا لا بالعكس الوالد قاعد هلأ يمكن شوي كان راسه بالأرض من أنه أنا بس لا لا بالعكس كتير كانوا لا كان رواه فيه اللي صور عم تضحك إذا بتكون جيدة ايه طبعا أسبتها ايه بس لا لا أنا كانوا رواه وكنت عم تحكي نكات عليك ايه ايه أنا كنت أقوله إنه أم كتير كانت تقتلني أنا وصغير وإنه أنتوا غلطكن هاد الجيل إنه أنتوا أهليكم مكان وتربية حديثة وكذا ايه وأول ما يأهلون يضربوهم بيعندونه هاشتاغ على الفيسبوك وليفورت وكذا وكذا ايه بالعكس أنا بحس إنه جيلنا إحنا التسعينات اوه حتى التسعينات اي والله ميمة أنت جيل شوه؟ 2001 هاي خطاي تي عنده جيل؟ 94 99 متذكرة لما كنا جيل المستقبل نحن؟ ايه شباب المستقبل ما بس شكرا هينكتن هاينكتن 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 نحن بالتسعينات تسي رجل بالحارة ورجل بالبيكولوجيا مهم عبدك رجل تعالى مشكلة شريف حمصي مؤسس فريق استيريا وأيضاً أنا ما عرفت عن اسمك عم قول ميمي ميمي اسم الشهرة ميمي اسم الشهرة والمو شهرة يعني ما فيني قول اسم الحفقة ماريا عباد تقول ماريا عباد أهلا وسهلا فيكم صديقة لألي عزيزة كتير لقلبي نجحت بالبكالوريا أنت كمان؟ لا صديقة إلي اسمها حلقة ضور بحب إليك مبروك نجحك بالبكالوريا وعقبال الجامعة يا رب والتخرج وحياتك كلها تكون فريستيلس شكرا أهلا وسهلا فيكن وإن شاء الله يا رب عطول تكون وأنتو عم تضحكوا وعم تأسلوا باللي حواليكم شكرا وهذا الفريق بيكبر وانا قلت لكم بري أنا شكرا انه عم تضو على شكرا 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 وانا قلت لكم بريه ما حضرت لسه ولا شو بس لازم كل الفريق عندو احنا حضرت الشو وبنشكر شام اف ايم عن جد لانه فيروز يعني أنا من زمان بس هيك وقد دي حس انه كل حياة بخير وسوريا حلوة بفتح شام وبشوف بسمعه بشوف هاي المناطق نحن راحين للغنية الصغيرة وبعدين راجعين بالليلة شكرا شكرا شكرا